اكد سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله نعيمي وزير الشؤون الاعلام التطلع الى تحقيق قيمة ابداعية مضافة في مختلف المنصات الاعلامية بالوزارة عبر التفاعل الحيوي ونقل المعرفة بين منتسبي الوزارة بهدف تعزيز روح التعاون والابداع وتحقيق المزيد من التمييز الاعلامي بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى افتتاح سعادته اليوم جلسات مختبر المبدعين الذي تنظمه وزارة شؤون الاعلام على مدى ثلاثة ايام في مقر الوزارة بمشاركة مجموعة من الكوادر الاعلامية التي تمثل مختلف ادارات الوزارة حيث تتضمن فعاليات المختبر الاعلامي برامج متنوعة تضم عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل والبرامج التدريبية الهادفة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين العاملين في قطاع الاعلام واشر سعادة وزير شؤون الاعلام الى ان هذه الفعالية تهدف لدعم الطاقات المبدعة من منتسبية الوزارة وتحقيق الاستفادة من خبرات الاعلاميين وتجاربهم المتميزة في المجال الاعلامي بشكل عام وصناعة المحتوى المرئي بشكل خاص وذلك لتحفيز الابداع والتميز في العمل الحكومي والاستثمار في المواطن البحريني باعتباره محور التنمية واساسها تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء باهمية تنمية الكوادر الوطنية ودعم الابداع والابتكار بما يحقق الاهداف المنشودة وشدد سعادة وزير شؤون الاعلام على اهمية تحقيق الاستفادة القصوى من فعاليات هذا التجمع الاعلامي والخروج بتوصيات تسهم في تطوير مختلف مراحل الانتاج الاعلامي في وزارة شؤون الاعلام متمنيا للمشاركين والقائمين على هذه الفعالية كل التوفيق والنجاح الفعالية الهدف منها امانة هي انت ماشى مع النهج الذي ارساه سيدي صاحب الجلالة ملك البلد معظم في دعم الابداع والحرص على تميز الشابة والشابة البحرينية هذه امر مهم جدا وفي كل المناسبات اكد عليه سيدي حضرة صاحب الجلالة هو الاستثمار في العنصر البحريني الاستثمار في تطوره وابداعه الى ان يقدم افضل خدمة خصوصا طبعا لمنتسبين القطاع الحكومي حق المواطن لان المواطن هو محور التنمية وهذه ايضا التوجيهات اللي سيدي سموين العهد رئيس مجلس الوزراء دائما ايكد عليها ان المواطن هو محور التنمية الفعالية يمكن تكون مجملة في عنوانها مختبر المبدعين مختبر المبدعين المختبر عادة ما تجرى في التجارب وتتفاعل في التجارب وتتطور في التجارب وتطلع في النتيجة قيمة مضافة للمنتج او العمل اللي المؤسسة تعمل من اجله والمبدعين هي الفكرة اللي احنا ننطلق منها ان احنا نبي عملنا او التجارب هذي تعزز الجانب الابداعي عندنا احنا مؤسسة الروح اللي تحييها وتدفعها للتمييز هي الابداع موازنة بين ان احنا نحافظ على جودة المنصة الاعلامية اللي احنا يعني مثل ما يقولون حارصين على الاهتمام بعراقتها وتطورها وايضا الوجود في المنصات المستحدثة الاعلامي اللي في وزارة الاعلام هو امتداد في واجبه ورسالته سواء داخل المؤسسة الاعلامية او المنصة الرسمية او اثناء وجوده خارج هذه المنصة على سبيل المثال تلقين الناس وايد يغطون الجانب الرياضي بطريقة حلوة من كلال حساباتهم الشخصية ويوصلون نفس الهدف اللي احنا نبي نوصله ويعززون نفسه سلمة توجهة سيدي سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد بالاهتمام بالشاب وانجازات الشاب الرياضي وانجازات الشباب بشكل عام انطلقت فعالية مختبر المبدعين في يومها الاول جامعة كوكبة من الاعلاميين للمشاركة من خلال عرض تجاربهم وطرح افكارهم وارائهم لنقل معرفتهم عبر حلقة عصف ذهني موسعة لدعم الطاقات الابداعية هذا الملتقى طبعا هو الملتقى الاول وستعقبوا ان شاء الله ملتقيات اخرى للمبدعين في هذا المختبر نتبادل افكار الحقيقة فيما بين الشباب وما بين المخضرمين في هذا الجهاز في تبادل الخبرة والمعرفة في جوانب تطوير المحتوى الرقمي لكلنا مؤمنين بان يجب ان يخدم الاهداف في هذه الوزارة ويخدم الاهداف التنموية في المملكة باذن الله الملكية الفكرية وحماية المحتوى كانت من ضمن ما تم مناقشته في الجلسات التي ابرزت افضل الطرق التي تساعد المعنيين على التطوير المحتوى بالشكل المناسب الاعلام جزء مهم من العمل الحكومي وهو يدخل من ضمن صميم عملنا هو الابدع والابتكار في تقديم الرسالة الاعلامية يعني صراحة كل الجلسات كانت جلسات جدا هادفة تم فيها تناقح الافكار ايضا هذا المختبر الاعلامي رح يستمر باذن الله من اجل طرح افكار جديدة تخدم وزارة شؤون الاعلام بشكل خاص ومملكة البحرين ورسالة الاعلامية في مملكة البحرين بشكل عام هذا اللقاء عائلي اكثر مما هو اللقاء مع المبدعين تجمع جميل جدا وايضا يعني عزز نوع من الولاء المؤسسي في وجود هؤلاء الكوكبة من الاعلاميين والمبدعين في وزارة شؤون الاعلام اللي هم دائما هم ثروتنا الحقيقية في هذه الوزارة هم مبدعين الوزارة والحمد لله احنا اللحبان بهذه الوزارة بهذه الكم الكبير من الفنانين والمبدعين والمتميزين في كل مجال صراحة انا اعتقد ان اليوم كثير من التوصيات رح تطلع فيها من خلال هذه الورشة ومن خلال هذا المختبر للمبدعين وايضا رح ينأكس ايجابيا على العمل وينأكس ايجابيا على الافكار اللي تقدم وايضا المواضيع اللي رح تطرحنا اليوم بدين بداية جديدة ان شاء الله وتم استعراض الجهود والامكانيات المقدمة لتطوير المحتوى المرئي اضافة الى التطرق الى فن اعداد المحتوى على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي احنا اليوم موجودين في مختبر المبدعين وحضرتك كنتي موجودة والزملاء موجودين وشفتي التفاعل من الاعلاميين انفسهم في وزارة شؤون الاعلام بيت الاعلاميين من خلال الاسئلة اللي كانت تطرح بما يتعلق بالسوشال ميديا اليوم السوشال ميديا ما تقدرين تفصلينها عن الاعلام اللي يسمونها تقليدي انا سميه الاعلام الاصيل والاساسي والرئيسي كل المخرجات وكل الامور الجميلة والمختزنة في كل اعلامي جميل انها تظهر للسوشال ميديا بحيث ان يكون في مشاركة ما بين المجتمع والاعلام يشنو قاعد يقدم في حسابات الشخصية وايضا الامور الجميلة اللي احنا مبدعين فيها وتعلمناها ودرسناها من خلال التلفزيون والاذاعة والوسائل الاخرى مهارات وخطوات ونصائح قيمة تم تبادلها خلال خمس جلسات بحضور منتسب وزارة شؤون الاعلام حضوريا وعبر الاتصال المرئي عاكست حرص الوزارة على تشجيع المبدعين فيها من خلال تطوير مهاراتهم ونقل خبرتهم لضم عدد اكبر من المبدعين في مختلف مجالاتهم المهنية اكثر من خمسة وعشرين تجربة اعلامية تمت مشاركتها بشكل جماعي تجارب مميزة اثرت صناعة المحتوى المرئي المؤثر والفعال لتبرهن احترافية الاعلامي البحريني شوق العثمان لبركز الاخبار تلفزيون البحرين